إعادة البنى التحتية من ضرورات المهمة في تفعيل وتحقيق الخدمات على أصعيد المجتمعات وهذا ما عملت عليه حكومة صلاح الدين المحلية لا سيما بعد تحريرها من قبضة داعش الإرهابي لتكون مهيئة لإقامة المشاريع الاستثمارية ومواجهة قلة الدعم المالي والفني من القبل الحكومة المركزية الزميل أحمد صلاح الدين تابع المشهد وعدت تقرير تالي البنى التحتية تمثل الهيكل المنظم واللازم لتشغيل وعمل المشروعات أو تفعيل المجتمع أو لتحقيق الخدمات أو المرافق اللازمة والضرورية حتى يعمل وينمو الاقتصاد ويعود بالمنفعة الإيجابية على المواطنين وأنها تشكل عددا من العناصر الهيكلية المتعلقة ببعضها والمترابطة لكي توفر إطارا خاص يدعم الهيكل العام والكل للتطور وغالبا ما تكون البنى التحتية بمثابة الجسر الذي يعبر عليه العمل للنمو نحو التقدم والازدهار وهي تمثل ركيزة أساسية في تنمية المجتمع محافظة صلاح الدين عانت بنيتها التحتية ومرافقها الحيوية من دمار شبه كامل إبان فترة داعش الإجرامي ولكن سرعان ما تحررت من قبضة الإرهاب لتكون محافظة آمنة وتنعم بالأمن والاستقرار مما جعلها أن تكون مهيئة لإعادة هيكلها الأساسي من خلال إقامة المشاريع التي تخدم أبنائها فبعد انتظار طويل ومتابعة مستمرة افتتح الدكتور المهندس عمار جبر خليل محافظي صلاح الدين الجسر البديل ليكون رديفا للجسر الرئيسي الذي تضرر من جراء العمليات الإرهابية التي قام بها تنظيم داعش الإجرامي ما يسهم في تسهيل حركة المواطنين وتسريع النمو الاقتصادي والتجاري بين صلاح الدين وباقي المحافظات الأخرى بهدف استقرار السوق وتنويع مصادر الرزق والحد من تحديات الحياة اليومية بكافة أشكالها متعهدا بأن الأيام القليلة المقبلة ستشهد جميع المناطق المحررة إعادة البنى التحتية وعودة عجلة البناء والتقدم فيها كونها ضرورة ملحة للتنمية الاقتصادية والتي ترفع وتحسن من المستوى المعيشي لأبناء صلاح الدين